حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش من سنته ده وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أبداً وهو صاحب التشريع على حد شمت فيه ولا حتى أزى حد بأنه هو فعل ذلك فالشماتة مش من صفات المسلم وعشان كده خلي بالك مين اللي حذرك حضرة النبي إذا أظهرت الشماتة في أخيك يعافيه الله ومن أشد المعافاة أن ربنا يدخله الجميع وتفضل الشماتة سواد على قلبك يا سادة ياللي بتشماته بصوا لقلوبكم كده مليان حب ولا مليان كراهية وعلامة الإيمان الحب لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولدي ونفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحبه الحب يا سادة إن من علامات انتكاس فطرة العبد وضياع نور إيمانه أن يعبد الله بالكراهية الله لا يهبط بالكراهية يا سادة وعشان كده الإنسان الشامت كان حضرة النبي بيقول له ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك قال كده وعشان كده لازم نتخلص من الشاماته وتعالوا نشوف شوية إجراءات كده نتخلص بيها من الشاماته أولا تعالوا نعمل حملات كده لمواجهة الكراهية والشاماته لازم نواجه خطاب الكراهية إذا شفت حد بيتكلم عن أخيه بالكراهية أو بيحاول يتعامل بده انصحه قل له على فكرة ده هيلهي بقلبك ومش هيوضع عليك بحاجة والله أنا تنتفع بحاجة ولذلك تقول له اتق الله اتق الله في نفسك اتق الله في لحم أخيك اتق الله في عرض أخيك اتق الله في نفسك في قلبك ولذلك القلوب تنتكس فلا ترى النور الحاجة التانية لازم كل يوم ندعو إن الله سبحانه وتعالى لا يشمت من الأعداء عشان حتى الأنبياء كانوا بيخافوا من شماتة الأعداء فندعي ربنا سبحانه وتعالى إنه لا يشمت من الأعداء لا يشمت من أحدا ويجنبنا الكراهية وعشان ربنا يكنبنا الكراهية لازم احنا كل يوم نعمل حاجة فيها محبة كل ما مليت المساحة اللي حوليك محبة كل ما كانت حسنة لك من الكراهية ومن الشماتة كتر المحبة لك بين الناس ورابع حاجة ودي أهم حاجة لازم رب أولادنا على المسامحة إذا كان الجيل ده فيه شوية كراهية ومش نقدر نتخلص منها بهذه الطريقة استحرفكم بالله تعالوا نتكاتف وتعالوا نتعاون عشان رب أولادنا على المسامحة بالله عليكم اللي بيخاف إن ابنه يسامح ما يمنعوش من المسامح ده فيه واحد نجى من نار وعلى فكرة نجى من نار الدنيا قبل الآخر لما كان مسامح ربنا سأل عن أعماله ما كانش ديه عمل غير عمل واحد بس إنه بيسامح الناس فقال نحن الله سبحانه وتعالى قال نحن أولى بهذا من عبدي فأدخله الجنة وعفى عنه سمحوا سمحوا المسامحة مش ضعف سمحوا المسامحة دي نور وبركة وقوة إيمان وصلة بالله سمحوا لإني لو ما سمحتوش هيكون إحنا تعبنين وحياتنا تتملي نار وجع تعالوا مع بعض ندعو نقول اللهم إنك أنت القوي فارزقنا قوة إيمان بها نسامح وبها نتغاض لننظر إلى جمال وجهك يا رحمن يا رحيم جعلنا يا رب المسامحين على الدوام وارزقنا يا ربنا حصنا من الشماتة ومن الكراهية ببركة حبنا لك يا رب العالمين وحبنا لرسولك الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم ترجمة نانسي قنقر